جلسات الحوار الوطني بتواصل مناقشات المحور السياسي تم عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحة التنفيذية ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي سحيح يا شهزلي خالينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الجلسة وقانون الجمعيات الأهلية بالحوار الوطني ونضفنا ونورنا في السوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي حازم الملاح أحد المتحدثين بالجلسة وممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني صباح الخير يا حضرتك صباح الخير يا صحيح قبل ما نتكلم عن هذه الجلسة ومدار خلالها خلينا نعرف من حضرتك كانت فين تحديدا مشكلات العمل الأهلي في المجتمع المصري نعرفين كان فيه جمعيات أهلية كتير جدا منها المعروف بالنسبة للناس ومنها لأ منها الكبير ومنها الصغير منها اللي بيقوم بأعمال خيرية أو أعمال مجتمعية كبيرة وأعمال أخرى صغيرة خلينا نعرف من حضرتك إحنا كانت مشكلتنا فين تحديدا ومشكلة العمل الأهلي أو جمعيات الأهلية في مصر كانت فيه شوفي طبعا العمل الأهلي هو أحد ركاز التنمية إحنا عندنا مثلث التنمية بنا عن الحكومة والقطاع الخاص والعمل الأهلي وإحنا شايفين أن في خلال الفترة اللي فاتت فيه دور كبير للعمل الأهلي لكن مع قانون 149-2019 بعد نظر أكثر من ثلاث سنوات أصبح فيه عدد من المعاوقات خاصة بالقانون وإحنا من خلال حزب العدل تم عقد العدد من الجلسات مع عدد كبير من الجامعات الأهلية علشان نشوف مشكلات التطبيق فيما يخص القانون 2019 تابعا أبرز المشاكل الخاصة أو أبرز المعاوقات الخاصة بالقانون جزء خاص بالمرافق نتيجة ارتفاع تكلفة الفوتير الكهرباء والمياه لبعض الجامعيات وده أثر بشكل كبير على الجامعيات فإحنا لمسنا في خلال الفترة اللي فاتت أن فيه جامعيات بتعاني من هذه الإشكالية وبالتالي كان مهم جدا أن نتراحها في جلسة الأمس أن يتم تخفيض هذه المرافق أصبحتا بمراكس الشباب اللي بتصل إلى 75% صحيح فمهم جدا كمان بعمل خير كده 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 هدفة للربح صحيح وبالتالي مهم جدا أن نحن ندعمين للجامعات الأهلية عشان يبقى عندنا أكبر عاد ممكن من الجامعيات كمان جزء تاني خاص بالإشهار طبعا هو قانون الحالي قانون 2019 يعني فيه ميزة أني جعل الإشهار الجامعيات بالإختار القانون اللي قابله كان خاص بالترخيص لكن على الأرض طبعا هو الإختار ده ميزة إيجابية في القانون لكن في التطبيق لقينا بعض الشروط الأخرى بتؤثر على الإختار وأصبح بالترخيص بمعنى مثلا أني فيه بعض الشروط زي فتح حساب بنكي أن جهة إدارية ممثلة بذارة التضامن ترسل خطاب للبنك لفتح حساب بنكي للجامعية وأنه فيه بعض القيود فيه بعض الشروط في المقرات وبالتالي هذه القيود بترجعنا مرة أخرى للترخيص فده مرضو محتاجين أن يكون فيه يعني ونحن ناشهد جمهورية جديدة فمهم جدا كمان أنه إحنا ندعم الجامعات الأهلية وحنا شايفين فيه اهتمام كبير جدا بالعمل طب الترخيص فيها مشكلة يعني هل فكرة هو القانون جعله بالإختار لكن هو يعني القول التف مرة أخرى يعني حط مجموعة من القيود مرة أخرى بالتالي رجعنا تاني يعني هو كلمة إختار هي في التطبيق مش موجودة طب لضبط العمل من خلال هذه الجماعيات عشان نضمن أن هذه الجماعيات بتسير في المصاري الصحيح هل من وجه النظر حاليك شايف أن الإختار لوحده يكفي؟ شوف حركة عنا عندنا يعني هي فيه دايما جدلية ما بين الرقابة والمتابعة تمام إحنا شايفين أن الجامعات الأهلية لازم يكون لها دور كبير في فترة جاية تمام فكرة المتابعة يعني كده كده وزارة التضمن أو الجهة الإدارية هي متابعة دايما لجمعات الأهلية كمان بعد الإختار أوريدي فالوزارة بتنزل وتتابع عمل الجمعيات يعني عايزين نتحول من فكرة الرقابة لفكرة المتابعة لأنه كمان فيه كمان إشكالية تانية في القانون أن فيه مادة بتتيح لي الموظيفة الجهة الإدارية أنه هو ينزل في أي وقت للجامعات الإدارية للجامعات الأهلية وصفة تم منحهم صفة الدبطات الخضائية وده برضو بيعوق عمل الجمعيات لأن الجمعات الأوريدي هي مشهرة في الوزارة وبالتالي إحنا دايما فيه برضو صورة ذهنية سلبية أو فيه دايما كده أزمة مكتومة ما بين الحكومة وبين المجتمع دايما والمواصلين كمان شايفين بعض المواصلين شايفين يا جمعات أهلية يا جمعيات بتعمل أعمال غير مشروعة بتهدف للربح دي برضو صورة ذهنية محتاجين كمان وإحنا موجودين في التلفزيون أن يكون فيه نحسن الصورة الذهنية أن العمل الأهلي هو دور مهم جدا بيساعد المجتمع وتحسين الصورة هنا برضو يا فندم بيكون مش بس من خلال الأعلام لكن كمان من خلال الشغل على أرض الواقع وده يمكن اللي حصل الفترة اللي فاتت بالفعل شفنا دور كبير جدا لجمعيات الأهلية الناس تتحس أكتر لأنه بقى فيه قاعدة بيانات حتى لو مش مكتملة لكن بقينا عندنا عارفين محتاجين كل مكان محتاج إيه فما بقيتش حتى اللي بيحصل مبقاش عشوائي يمكن الخدمات اللي بتقدم مبقاش عشوائية تمام بس في نفس الإطار برضو فيه إشكالية مع الإعلام والتخطيط أشهد الجامعيات يعني أنا أفتكر كويس أن من 7-8 سنين كان وسائل إعلام والصحافة كانوا دايما بيختمين حتى كان فيه صفحة موجودة في الجرائد صفحة مكتع مدني بيتم فيها نشر أخبار الجامعات الأهلية ونشاطهم ونفس الحال كان فيه قنوات النهاردة فيه صعوبة شديدة جدا بيكون عشان جمعية أهلية تقدر أن هي توصل لإحدى القنوات أو واحدة وصحة فين ينشر بتحول الموضوع أني إعلاج مموالة وأن يكون فيه إعنات فأعنا مهم جدا برضو اللي إحنا وده برضو الصيب ونسبة كنتموجودا برح في إحدى في الجلسة أني مهم جدا أن الإعلام يكون داعم للعمل الأهلي بكل تأكيد الإعلام يدعم العمل الأهلي والجماعيات الخيرية طالما مشهرة من قبل وزارة التضام والاجتماعي كده إحنا في الأمان يعني آه آه طبعا بس الفكرة كلها أنه يبقى فيه مساحات لعدد كبير من الجماعيات لأن برضو الصورة الزهرية إحنا دايما أن الجماعات الكبيرة هي اللي بتاخد نصيب أكبر من التقطاع الحكمية بتعمل إعلانات وحملات إعلانية بيعتمدوا برضو الجماعات الكبيرة بتعتمد على بعض الجماعات الصغيرة لأنه بيكون عندهم قواعد بيانات داخل المنطقة أنا عايزة أرجع بس لنقطة أن يكون فيه حد من قبل الحكومة موجود وبيتابع من قبل وزارة التضام والبيتابع عمل هذه الجماعيات عايزين أن أتخلص من فكرة زي ما حضرتك قلت من فكرة الرقابة إلى فكرة المتابعة الشراكة كمان الشراكة طيب طيب إذا سبحت لي إيه المشكلة في الرقاب يعني إيه المشكلة مثلا لو أنا الجمعية ومشهرة في وزارة التضام والابتماعي ومصادر تمويل هذه الجماعية معروفة وأوجه الإنفاق هي الأخرى معروفة وكل باب الأوراق والمستندات إيه المشكلة أن يكون فيه ورقابة؟ المشكلة في القانون نفسه في التطبيق يعني مثلا فيما يخص التمويل اللي على شرط إليه الجمعية بتقدم للوزارة طلب الحصول على منحة تمام؟ تبقى للقانون في خلال ستين يوم بيتم الرد على هذه الجمعية من قبل الجهة الإدارية لما نيجي للتطبيق نلاقي أني ممكن في اليوم الثمانية وخمسين ترد جهة إدارية والقبول أو الرفض فبالتالي بيعطي يعني بيعطى الجمعيات الأهلية عن طبعا الممارسة نشاطها خصوصا أني بعد 2011 أزمة التبرعات التبرعات قلت كتير جدا كان فيه كتير من الجمعيات قائمة على التبرعات وإحنا عندنا أزمة كبيرة أني يتيجي طبعا الأوضاع الاكتصادية وارتفاع الأسعار أثر أن جمعات كتير تقدر أنها تساهم في الأنشطة وبعض الجمعات ليست قادر أنها تلبي احتياجات الفئات المستفيدة من خلال الجمعية وبالتالي أصبح التمويل هو جزء أساسي من نشاط الجمعية فهي الفكرة كلها التي نحتاج أن نتعامل به فلسفة مختلفة فكرة أننا كلنا شركاء طالما الجمعية مشهرة في وزارة التضامن والجهة إدارية مسؤولة وبالتالي الموظفين الجهة إدارية ممكن ينزلوا في أي وقت يتابعوا نشاط الجمعية أستاذ حزم فيه نقطة هنا مهمة حضريك مثلا ونحن نتكلم عن المشكلات التي تقبلها الجمعيات الأهلية حضريك تحدثت عن فكرة أنه مطلوب حوافز لجمعيات الأهلية إن كانت متعلقة بالمرافق والخدمات عشان جمعية أهلية وبتقدم خدمات للمجتمع المصري فبالتالي عشان هذه الجمعية تحصل على هذه الحوافز لازم يكون فيه مش هنقول مراقبة ولكن نقول تقييم لعمل الجمعية الأهلية عشان تقدر تحصل على هذه الحوافز تمام مهم جدا يكون فيه تقييم بس أنا برضو مش عايز يحصل نوع من الفرز من الجمعات الأهلية تمام يعني أنا مش عايز أعتبر أن كل جمعات أهلية هم التأتيين الجمعية الكبار في المجتمع أو في التحالف بالعكس والتحالف طبعا خطوة نبيلة وإحنا شايفين نيجه جهد كبير جدا وبيدعم فيه دعم القصة الأكثر احتياجا وفي عدد المحافزات لكن في نفس الوقت إحنا درنا كمان اللي إحنا نعمل مزيد من التحالفات واللي إحنا نكبر هذه الجمعيات ولأن فعلا مصر محتاجة بناءة تحالفات قوية والتحدات قوية للجمعيات لأن وجود جمعات قوية ومجتمع مدينة قوي هو بيؤدي يعني لخاطر التنمية احنا شايفين كمان مشروعات كتيرة محتاجة ده بكل تأكيد يعني في أي دولة في العالم ما تقدرش الحكومة الوحدة أن هي تقدم أو تلبي احتجاجات المواطنين لازم يكون فيه مشاركة من الجماعيات الأهلية والقطاع الخاص ده بكل تأكيد بس إحنا بنحاول نوصل لأفضل شكل من الشراكة أو للشراكة عشان في الأخذ ده اللي بيعود للنفع للمواطنين فإحنا بنحاول نوصل أنه أولا أن احنا نغير تسطورة نمطية زي ما حضرتك تحدثت وفي نفس الوقت أن احنا نقدم أفضل خدمة زي ما المواطن محتاجها فعشان كده احنا بنتناقش مع حضرتك فكرة أنه التقييم مهم لأنه بالتالي الجماعيات الأهلية محتاجة حوافز من الحكومة أو من الدولة وبالتالي الخدمات تقدر توصل للمواطنين وكمان مشكلة التمويل فهي دايرة كلها طبعا كمان في نفس الإطار احنا في حزب العدل عندنا برضو فيه يعني إشكالية أو مشكلة احنا متبنيانة عندنا فيه 500 جماعية عليهم حجز إداري هذه الجماعيات فيه حوالي أكثر من ألف مستفيد كان هذه الجماعيات بتاخد قروض من جهاز زمية المشاوطة الصغيرة ونتيجة من 2011 حتى الآن حصل تعصر لهذه الجماعيات احنا برضو أصبحتا بالجهود قادة السياسية فيما يخص الغارمات احنا برضو بنطالب بعفو رئاسي لخصوات الجامعية خاصة أن هم وغدين أحكام قضائية ولكن الأسف جهاز سمية المشروعات لا يعتد بهذه الكارات وإحنا بنطالب كمان عشان الحالات كمان تتحبس لأن فيه حالات كتيرة مستفيدة نتمنى أن أكثر من ألف حالة موجودين مستفيدين من هذه الجماعيات فيتمنى برضو أن يكون فيه وده برضو ونحن نبارح في الجلسة أن يكون فيه عفو رئاسي لهذه الجامعيات على الشيء نقدر نحمي الحالات المستفيدة من هذه الجامعيات وما تقدرش نتحبس عظيم الأستاذ مجد البداء والمقارن مساعد لجنة النقابات مبارح طرح سؤال مهم جدا هل هذه الجامعيات الأهلية بتقوم بدورها خلال هذه المرحلة أم لا فإن كانت تقوم بدورها ما هو المنتظر منها الفترة اللي جاية وإن هذه الجامعيات مش قادرة تقوم بدورها خلال فما هي المعوقات ونحن نتكلم لذلك مع حضرتك عن المعوقات طيب من وجه نظرك هل شايف أن الجامعيات بتقوم بدورها وإن كان ده فعلا ما المنتظر منها خلال الفترة القادمة شوف هو عشان نكون منصفين فيه جامعيات بتقوم بدورها وإحنا شايفين ده في المجتمع ومحتاجين إحنا نعززها وفيه جامعات أكبر وفيه للأسف بعض الجامعيات بتعمل بهدف الربح وده أعتقد أن الجهة إدرية تقدر أن هي بتقدر تحاسب توقع للقانون فيه بيخص الجامعيات اللي بتشتغل إحنا محتاجين اللي إحنا ندعمها ونكون فيه عدد أكبر من الجامعيات بمناسبة عندنا في المحافظات كمان محتاجين جامعيات أكبر يبقى سافرنا في عدد كتير المحافظات فعلا فيه محافظات محتاج عدد من الجامعيات إحنا دائما نستورة عندنا في القاهرة والجيزة والألوبية اللي إحنا نروحنا مع عوضات كتير بيكون عدد جامعيات قليل وبالتالي دورنا كمان اللي إحنا فلسفتنا اللي إحنا نساعد الجامعيات الأهلية كمان هي تكبر لأن فيه جامعيات يعني مكتعة محلي وصغيرة محتاجين ندعمها عشان تقوم بدورها هل إحنا محتاجين جامعيات في المحافظات وفي الأقاليم ولا ممكن ندعم الجامعيات اللي موجودة في القاهرة في أنها توصل أكتر للأقاليم واستكمالا لسؤال شازلي كمان هل تمت مناقشة فكرة حتى دمج الجامعيات يعني لو جامعية كبيرة مثلا موجودة في القاهرة وفي نفس الوقت في جامعيات صغيرة موجودة في القرى والمراكز والمحافظة والنجوع بتبقى موجودة أكتر لمسة أرض الواقع أكتر فيمكن تخليه تبقى بمثابة أذرع للجامعيات الكبيرة دي في هذه المناطق هل تمت مناقشة الموضوع النقطة دي؟ هو كانت طرح كله تقوية الجامعيات كمان الجامعيات القاعدية بتكون يعني وجد نظرنا أن الجامعيات القاعدية بتكون أسرع أنها تتوصل للمواطنة لأن مجلس الإدارة ومقر الجامعية بيكون داخل المنطقة صحيح أن في جامعات أهلية كبيرة لها أفرع يعني في جامعات كتيرة موجودة لها أفرع في المحافظات وبرضه بقدموا شغل فجة دمج الجامعيات دي بتبقى يعني فكرة اختيارية يعني القانون لم يتحها بالعكس أن الجامعات الأهلية لو فكرت أن يبقى فيه دمج من الجامعات ده بتعود ليهم حسب الترتيب لكن في جامعات أهلية بتشتغل في المحافظات وفي جامعات قردية موجودة داخل المحافظة طيب عظيم جدا أعتقد أن الموضوع محتاج وعي أكتر كمان من الشباب وده احنا دايما نركز عليه أن الشباب لازم يكون عنده وعي بعمل الجامعيات الأهلية مشارك لأنه عمل تطوعي بكل تأكيد فهل الأمسته من خلال هذه الجلسة أن فيه شباب حتى الشباب الموجودين في هذه الجلسة عنده وعي وفاهم يعني عمل تطوعي شوف يعني حكل أمسته موضوع مهم جدا خاص بالتطوع وإحنا في انتظار صدور الإستراجالة الوطنية للتطوع يعني حتى الآن هذه الإستراجالة لم تطرى النور يمكن بأن أكتر من سنة مفروض أن يتم العمل عليها فهنا بنطالب أن يتم إطلاق هذه الإستراجالة يكون فيه بيانات خاصة بالتطوع المبادرات لأن القانون الحالي أتاح التطوع بشكل كبير والأول مرة المتطوعين يكون لهم دور كبير في الجامعات الأهلية حماية المتطوعين ومرافزهم للنشاط فأتمنى أن في خلال أيام يتم الإسراع في صدور الإستراجالة الوطنية للتطوع علشان كمان نساعد الشباب أن هم يساهموا في شكل أكبر في العمل الأهلي لكن في نفس الإطار كمان محتاجين نشجع المبادرات الشعبية وإحنا برضو من دون المعاوقات اللي موجودة في القانون أن القانون بيتعامل مع الكائنات الرسمية المشهرة لكن لم يتعامل مع المبادرات الشعبية وبالتالي يعني برضو في الماضي كان مثلا ممكن مجموع الشباب عايزين يعملوا مبادرة الشعبية تمام تبقى لقانون الحالي لازم المبادرة تتحول لجمعية أهلية مشارع عشان يمارسوا نشاط طيب لو مجموع الشباب مقابلين لسه على الحياة لسه طلبت جمعة وعايزين يشيروا جمعية أهلية تبقى لقانون الحالي هتحملوا أعباء كتير جدا أعباء مالية رسوم أساسية مقر طب أنا عايز أسهل للشباب أن هم يعملوا مبادرات تمام وإدارهم هم يساهموا في المجتمع بس مفردش عليهم قيود كبيرة جدا يعني الفكرة كلها إحنا عايزين نساعد للشباب أن هم يطلقوا مبادرات شعبية ينزلوا يعملوا تشجير أنا أفتكري أنا صغير كنا في مبادرات شعبية لتشجير لدهان سوري المدارس طب هذا النوع الآن مش موجود بس كبير في النقطة دي ممكن حد يقول لنا أنه المبادرات دي مش شرط تكون مستدامة أو هتكمل على طول ممكن هم مجموعة شباب قرروا هم ينزلوا دلوقتي يقدموا الخدمة دي أو يقوموا بالعمل دي لكن الموضوع إذا دخل في إطار جمع فلوس أو تمويل لازم يكونوا في إطار موثق تمام طبعا بص إحنا كلنا مع تنظيم العمل الإجراءات فهي دي طبعا نقطة مهمة أنا أريد أن أشجع الشباب أنه هم يعني طالب في الجامعة تمام لما أقولوا ألزموا برسوم مقررة ألزموا بمقر بإيجار معين ده يعني بيكبر قيود على الشباب فأنا أريد أن أشجع الشباب أنه يسايف المجتمع خصوصا نحن شايفين فيه اهتمام كبير بالشباب وشايفين القدرة السياسية دايما اهتمامها بالشباب لسه المؤتمر وطني الشباب شايفين فيه حديث وفيه مكتسبات فترة أخيرة فبالتالي أنا أريد كمان أن الشباب يقل لي دور أكبر صحيح وهم الطاقة كمان هم اللي عارفين أكتر احتياجات فعلا الشارع حتى بشكل أكبر أن هم موجودين بشكل أكبر كمان في الشارع طبعا نحن بكل تأكيد هم نتكلم عن العمل الأهلي هو مهم جدا دايما دايما كان يؤكد عليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يمكن عشرين اتنين وعشرين وإطلاق تحالف الوطني لعمل الأهلي التموي فده بيؤكد على اهتمام سيادته وعلى أهمية الجمعيات الأهلية وعمل الجمعيات الأهلية أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ حازم الملاح ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني نورتنا في سبع الكريم شكرا جزيل أنا فهم